جيت من الريف للقاهرة أضواء المدينة أول مرة وصلت كده وشفت القاهرة شفت أضواء المدينة بجد زي ما بيقولوا إحساسك كان عامل إزاي كان عندي 19 سنة و 18 سنة فهدي كانت بداية ليا أن أنا خلاص أن أنا أبقى قدام المشوار ومستقبل ولازم أركز فيه علشان أقدر أساعد عائلتي طبعاً اللي دايماً واقفين معاي شباب وشهرة وفلوس أساعد رجل أثروا على حياتك إزاي وقتها لا ما فيش والله أنا دايماً ما ببصش للكلام ده يعني أنا زي ما بقولك أنا ما ببصش للكلام ده خالص جاي من الريف للمدينة وصغير وعندك حلم وحققت جزء كبير من حلمك وشهرة وفلوس لا ما بقولك مش كل حاجة الفلوس يعني دايماً مش كل حاجة الفلوس أنا أنا بأعتبر دي كده يعني الحاجات دي ما أثرتش على حياتك وقتها لا ما أنا مش جاي يعني مش سايب بلدي وسايب عائلتي ومتغرب علشان الفلوس ماشي الفلوس دي أكيد أكيد لها يعني مهمة في حيات البناء ونجاح أكيد بس أنا كان قدام حلم إن أنا وصله وبعد كده أدور على الفلوس دلوقتي بتدور على إيه؟ نا دلوقتي أدور إن شاء الله عن نادي الأهلي طبعاً إن شاء الله ربنا يكرمنا السنة دي ونقد بطولة أفريقيا إن شاء الله ووصعد نلعب كسعالة